شف وزير الخارجية الأمريكية أن تركيا أعربت عن استعدادها للقيام بدور بناء للتوصل إلى السلام في المنطقة مضيفا أن أنقرة أبدت استعدادها أيضا لإستخدام علاقاتها لمنع التساع رقعة الصراعي في الشرق الأوسط هذا ويسعى مسؤولون إسرائيليون لتجنب حالة الإحباط المتزايدة في واشنطن قبيل اجتماع قد يكون صعبا بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتنياهو تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية قال أن الولايات المتحدة تود الحصول على بعض التنازلات من نيتنياهو لخفض مستوى التوترات الإقليمية والمساعدة في تجنب صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط وذكرت الصحيفة أن بلينكين سيدغط خلال زيارته إلى إسرائيل على نيتنياهو لحماية المدنيين في غزة والسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع وكبح جماح وزراء اليمين المتشددين الذين دعوا إلى إعادة التوطين الجماعي للفلسطينيين وأشرت الصحيفة إلى أن نيتنياهو أثار غضب واشنطن برفضه المشاركة في أي تخطيط تفصيلي لحكم غزة بعد انتهاء الحرب ورفض الخيارات التي تفضلها الولايات المتحدة وقالت الصحيفة أن كبار الوزراء الإسرائيليين سارعوا خلال الأيام الماضية إلى تقديم بعض مقترحات بعض مقترحات ما بعد الحرب وتكرار الوعود السابقة بأن الجيش الإسرائيلي سوف ينتقل إلى تكتيكات أقل تكلفة بالنسبة للمدنيين وتشمل هذه المقترحات وفق الجارديان البريطانية احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة مع وجود هيئة فلسطينية غير محددة بتوجيه إسرائيلي تدير الإدارة اليومية للقطاع وتتولى واشنطن والاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين مسؤولية إعادة إعمار القطاع وتحدثت الصحيفة عن مخاوف أمريكية أخرى من الصراع في غزة والمتعلقة بدعوات أعضاء اليمين الإسرائيلي المتشدد في حكومة نيتنياهو للفلسطينيين إلى مغادرة غزة